اهلا 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 بيكو انا من زمان ما عملتش ميكب لك وتلع حلو كده وببسط بيه قوي كده وعجبني شكله علي قوي كده بقلي كتير قال ما عملتش ميكب لك واقنعني بالشكل ده النهاردة الميكب احنا جربنا فيه الكوبي بيست ميكب او الميكب اللاتيني اللي موجود على التيك توك وفي كل مكان هحط لكم صور كده الناس كتير قوي قوي جربت الميكب ده وفعلا شكلهم بيتغير وانا متخيلتش ان شكلها يتغير وان انا لو مشيت على الخطوات بالضبط هيطلع شكلي كده بس مختلف وبغير الملامح تماما لو عايتين تجربوه وامشوا على الميكب اللي انا عملتو النهاردة في الفيديو خطوة بخطوة وحاولوا تجيبو نفس الماتيريال او حاجات قريبة منها وانتو هتوصلوا لنتيجة او عايتكم انها هتكون مختلفة واكيد هيبه ان شكلكم اتغير فما تنسوش قبل ما نبدأ الفيديو مش عايزة منكم اي حاجة غير ان انتو تعملولي لايك وانا هقول لكم ازاي تعملوا الميكب ده بالضبط يلا بينا اول خطوة في الميكب ده هي رسمة الحواجب لازم تكون تقيلة وواضحة عشان كده هنستخدم جل الحواجب ده من عند اناستيزيا وهنرسم الحواجب بشكل واضح وكده زي ايام زمان ايام ما كنا بنحدد الحاجب من كل اتجاه فهنعمل كده خط من تحت زي ما انت شايفين بستروكس كده او خطوط صغيرة جنب بعض ونبتدي نملى الشعر لجوه او الاماكن للفراغات او حتى لو مش فراغات برضو هنمشي عليها من جوه وكمان هنعمل من فوق بس اهم حاجة ما نجيش عند اول الحاجب خالص اه هنا كده انا تديت اتقل الحاجب كده واملى كل ما كان في الحاجب لازم الحاجب يكون تقيل ومرسوم في الميكب ده عملت الحاجب من فوقه من تحت باقي بس الحتة اللي في الاول وبالبواقي اللي على الفرشة هبتدي اطلع له قدام كده سنة سنة وعمل الحتة اللي في الاول بالباقي على الفرشة حاب ااكد ان احنا مش هنحط عليها الجل تاني عشان عايزين من قدام يكون شكله خفيف انا بقالي زمان قوي ما عملتش حواكبي بالجل وبصراع حسيت ان شكلهم حلو قوي ويعني بجات شكلهم بيرفكت زي ما انت شايفين كده بصوا الفرق ما بين الحاجبين طحفة هعمل الحاجب التاني بقى بسرعة وبنفس الخطوات وبنفس الطريقة هنملى من التحت وبعد كده من جوة الحاجب وبعدين بالباقي على الفرشة برضو هنعمل من اول الحاجب ونحاول نخليهم من الاتنين يكونوا شبه بقى قدر الامكان ونحاول بس كده ان احنا نبص على الحواجب ونشوف شكلهم لو في حاجة كده يعني اعلى من حاجة واقل من حاجة نبتدي نحاول نزبطهم وبعد كده هنبتدي نجيب الكونسيلر اهم حاجة يكون فول كفريج وهناي انا استخدمت اللوريال وهنبتدي بقى نحدد الحواجب عشان تبقى مظبوطة ومرسومة خدت برضو كده فرشة تكون صغيرة كده ومبططة علشان ابتدي بقى احدد الحاجب وههم حاجة تركزه قوي في الخطوة دي وتمسكه امرأة تكون قريبة من وشكه علشان تكون يعني بالزبط تحت الحاجب كأنك عاملة خط كده ما تبوزيش الرسمة اللي انت رسمتيها بالجل وزي من شايفين كده احنا بنبتدي نمشي تحت الحاجب كله وكمان فوق الحاجب كأننا بنعمل كده مربع حوالينا الحاجب اللي احنا رسمناه هيخلي الحواجب شكلها ببيرفكت اكتر ودي من اهم خطوات الميكب ده اللي هو الميكب اللاتيني احب اتكرر عشان لو انتو حابين تدوروا عليه وتشوفوا ريفيوهات عنه على تيك توك او حتى على يوتيوب هتلاقوا ناس كتير قوي قوي اجانب بتتكلم عليه وبصراحة ممتاز وانا حابة ان انتو تتجربوه وتشوفوا شكلكو شكلكو فيه هيبعمل ازاي هتتفاجئوا فعلا بالنتيجة بصو احنا بنوصل الكونسيلر كده الناحية التانية تحاولوا تعملوا ان الحاجبين مع بعض في فريم واحد برضو هنمشي من فوق ومن تحت وزي ما قلتلكم اهم حاجة تكونوا مسكين مراية وتكون قريبة من وشكوا علشان الميكب بيكون مزبوط ويكون في دقة كده في الرسم بتاع الحاجب وهنا اهم حاجة في الفقرة دي اللي هي فقرة ان احنا نزبط الحاجب بالكونسيلر ان احنا بنحاول نخليهم الاتنين يعني في مستوى واحد مايبقاش حاجب اعلى من حاجب وبنيجي كده نقسم الحتة اللي في النص زي ما انتو شايفين كده هيبان قوي ان اول الحاجب بيكون اخفف الرسم من بقية الحاجب بيديكوا شكل امبريك كده تحفى نجيب بقى كده السبونج ونبتدي نوزع الكونسيلر اللي احنا عملناه ده من غير ما نقرب على رسمة الحاجب احنا بندمج الكونسيلر تحت وفوق فقط لكن ما بنقربش من الحاجب او ما نحاولش ان احنا نبوز الرسمة خصوصا لو كان الجيل انتو بتصدمه بيتحرك بس اول الجيل ده ما بتحركش خالص بعد كده بالكونسيلر هبتدي بقى احطه على جفن العين كده ونبتدي نوزعه اهم حاجة يكون فول كفرج وانا استخدمت نفس الكونسيلر من دوريال ونوزعه ونجيب اقوى رموش في حياتنا انا استخدمت دي من عندك كاترس وهوب تركل وباي اي شادو بيج عندك انا استخدمت ده من هودا بيوتي وهبتدي اسبت الكونسيلر اللي احنا حطناه على جفن العين اهم حاجة ما يكونش في اي خطوط قبل ما نسبت علشان يكون كده الشكل ممسوح وكده مظبوط جدا فوق العين باي اي شادو بيجي عندك انا استخدمت ده بس انتي ممكن تستخدمي اي حاجة ونروح ونجي كده على ماكن ممكن تخطط علشان تكون سابتك كويس اوي لو انتو حسيتوا ان انا الخطوات سريعة شوية ممكن ترجعوا الفيديو او توقفوا وتبتدوا تشتغلوا معي هستخدم بعد كده جيل لينر من عند انجلوت ويكون يعني اي جيل لينر يكون ثابت وانتي بترتاحي عليه وهنبتدي نقرب كده بس ما تتخدوش انا بقرب بس عشان تشوفوا الخطوات بالزبط هنعمل خط كده من الايلينر يكون قريب قوي 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 من الرموش اللي احنا رسمينها ما يكونش عريض خالص اهم حاجة ان احنا نغطي الخط بتاع الرموش ولو انتو حسيتوا ان الموضوع صعب بعد اما ركبتوا الرموش عشان هي طويلة وتقيلة ممكن تعملوا خط الايلينر الاول وبعدين تركبوا الرموش مش هتفرق بس المهم يكون الخط قريب ومش هنمده لبرة يعني هو هنوقف كده عند اخر العين بالزبط فرق ما بين العين اللي تحددت والعين اللي لأ الفرق واضح جدا ودلوقتي هنستخدم فونديشن يكون فول كورج هنستخدم هودا بيوتي مع سوبرستيل عارف انا الاتنين فول كورج والاتنين تقيلة قوي قوي بس انا الهودا بيوتي اليومين دول اغمق عليها معرفش ليه فعشان كده انا بعمله ماكس مع السوبرستيل لانه فاتح عليا فهيديني الدرجة بيرفكت لكن استخدمي اي فونديشن فول كورج عندك هيعمل معاك نفس الشغل المهم يكون تخطيطه عالية جدا بعد كده برضو هنستخدم السبونجة دي عشان نفرد كل الفونديشن على الوش وناخد وقتنا في الدمج وبعدين برضو بالكونسيلر بتاع الوريال وهبتدي انور بقى الاماكن اللي احنا عايزين ننورها في الوش كله ويعني خدي وقتك يعني عملي كده هايلايتر بشكل كويس قوي قوي في الاماكن اللي انت عايزة تنوريها انا عملت هنا تحت العين وفي جناب الوش كده عشان انا وشي طويل فبحب اعرض الحتة دي شوية انت ممكن تعمليها بالشكل اللي ليه على وشك يعني تحطي في الاماكن اللي انت بتحبيها انها تكون منورة واللي هي في نص الوش دي بقى بتلاقي على اي حد سوائشك طويل او مدور هتلاقي عليك بعد كده برضو هنبتدي ندمج كل الكونسيلر ده وندمجه كده في مكان وعشان نحافظ على مكان اللي احنا حطناها وانا كده هقلب السفينج اللي انا بعمل بيها دي وهبتدي اسبت بالبودر دي من عند شي جلام او اي لوز بودر عندك وهنشيل الزيادة كده منها ونبتدي نسبت تحت العين المهمة تتأكدي ان ما فيش اي خطوط تحت العين قبل ما تبتدي تثبتي وقبل ما تعملي الخطوة دي علشان يبقى الشكل فلولس ومظبوط قوي قوي زي ما الميكاف ده بيقول انه بيخلي الوش كله كده ناعم وبيلمع وشكله طحفة بعد كده استخدمت البرونزر ده من ماك اللي هو جيف مي سان وهنبتدي نحطه في اماكن معينة انا عادة انا بحب البرونزر يطلع قدام لحد الخدود بس هنا احنا هنحطه في اماكن معينة زي ما ترافين كده انا حطته كده بالطبطبع وبشكل بسيط علشان مش عايزها يتوزع في كل مكان زي العادة عايزها يكون ثابت في مكان معين اللي هو الحتة اللي جوه دي اللي هي جنب الودن كده تحت الدقن وكمان بحطه شوية فوق بس المهمة نكون يعني بريسايز جدا في الاماكن اللي احنا بنحط فيها الكنتور بعد كده كنتور الانف هعمله بالهولا برونزر من عند بانيفيت وبرضو هنكون كده محددين ونجيب فرشة صغيرة ونبتدي نعمل كنتور الانف زي ما بنحب نعمله عادة ويعني المهمة تاخدوا وقتكو في كل خطوة في الميكب ده عشان يطلع ممتاز لانو الميكب ده اهم حاجة فيه ان احنا نعمل كل خطوة فيه بريفكت هنا انا عملت الكنتور بتاع الانف يعني زي خطين كده من الجنبة بس ما نزلتهمش لحد الاخر وقفت كده عند الحتة اللي هي التاب بتاعت النوز دي ويا عملت خط كده بالعرض وبعد كده عملت خط من تحت كأنك بتعملي كده هايلايت للحتة اللي هي المدورة اللي في اول الانف دي ده بيصغر الانف جدا جدا مهما كان شكلها كبير او اي حاجة وبعد كده هناخد البلاشر ده من عند بنفت ده اسمه كاليفورنيا وبرضو هنضحك كده ونحطه على الحتة بتاعت الخطوط بالزبط يعني انا عادة ايدي بتاكلني واحب اطلعه قدام قوي بس هنا انا ما عملتش كده وبعدين نجيب البوتر بقى ونبتدي ننظف كده حوالين الكنتور اللي عملناه للانف ده ونحاول نخليه مضبوط كده على قد ما نقدر ونحاول نحن ننور الحتة اللي حوالين الكنتور عشان نظهر الكنتور وكمان من النص كده وبعد كده هنجيب بقى فورشة ونشيل كل البودر الزيادة دي يعني ما عملتش بيكينج قوي على طول شلط البودر بس اصلا فونديشن فول كفيرتش محتاج بيكينج بيرفكت بصراحة البشرة بعد كده هستخدم الواتساب هايلايتر من بنيفت هو اسمه كده بس يعني هايلايتر يعتبر ضعيف وكريمي شوية وهو اللوك ده مش محتاج هايلايتر كوي فهنحط كده على الخدود وعلى الأنف وعلى يعني الأماكن اللي احنا حابين ننورها بس ما نقطرش قوي هايلايتر بعد كده هنستخدم ليب لاينر يكون بني هنستخدمت ده من عند هودا بيوتي وهنحدد الشفايف لأنه تحديد الشفايف في اللوك ده أساسي ان احنا نكون محددين الشفايف قوي وبلون يكون غامق قوي بعد كده هنحدد الشفايف كده من الجناب بنفس أقلم ليب لاينر ده المهم زي ما قلت لكم يكون بني وغامق بصوا كده الشفايف متحددة قوي قوي وبعد كده هنجيب فورشة يكون فيها كده لوس بودر تكون صغيرة ونبتدي ننطف جانب الفم مزبوط عشان تبقى الشفايف بيرفكت أنا قلت بيرفكت كتير قوي بعد كده من ماك هستخدم الماتلي بلاينر ده اسمه لاتي بيكوت وهو درجة تكون بيش كده أنا بحاول أوصل لنفس الشكل بتاع الشفايف اللي هما بيعملوها بالحاجات اللي موجودة عندي فعشان اعمل الشكل ده هنجيب كمان ميبلين سوبر ستاي درجة رقم سبعين علشان اغمق زيادة شوية لانه حسيت اللون بتاع ماك فتحه قوي المهمة تكون الجوانب غمقه وفي النص يكون فاتح وبعد كده هنجيب نقطة كونسيلر برضو الكنسيلر بتاع الوريال اللي احنا استخدمناه وهنحطها في النص كده علشان ننور الحتة اللي في النص قوي ولما رجعت للصورة وبسيت عليها كويس لقيتها في النص كده لونها بنك فجبت بنك اي شادو وحطيته على الحتة اللي في النص اللي احنا حطينا فيها كونسيلر علشان يدي كده هنت بنك في النص الشفايف بيخلي الشكل تحفى بصراحة الفيديو ظالم الصورة الصورة في الحقيقة والميكب في الحقيقة كان شكله احلى بكتير قوي قوي من الفيديو عجبني جدا 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 اتمنى يكون عجبكم انتو كمان واتمنى ان انتو تجربوه تشوفوا بجد شكله هيكون عليكم عامل ازاي اوعيدكم ان انتو هتعملوا حاجة مختلفة اول مرة هتحسوا ان انتو عملتوها الميكاب عجبني قوي وعايز اعرف رأيكو في الكمنز اكتبولي تحت اذا كان الميكاب عجبكو اذا كنتو هتجربوه ولا لا واكتبولي كمان انا كم مرة قلت بيرفكت يلا اشوفكم الفيديو الجاي